النقطة الجديدة التي أشرت لها قبل قليل قلت أنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يشهد العراق استهدافات جديدة وكبيرة متوقعة بموضوعة النزاهة يعني يستهدفوا أعضاء من هيئة النزاهة لها الدرجة وصل الموضوع استهداف ونتحدث عن عبوات شديدة الانفجار يعني مو عبوة عادية أكيد هناك الكثير من القتلى والمجرمين والفاسدين يعني تغللوا داخل المؤسسة السياسية في الدولة العراقية سواء على مستوى التنفيذية وعلى مستوى التشريعية وعلى مستوى العلاقات القريبة جدا من بعض السياسين من بعض الأحزاب مما جعل هناك غطاء سياسي وشاهدنا الكثير من هذه هي على الرغم يعني قدنا بأن هناك استهداف مستقبلي للاحظتي بأن العمل الأخير من قبل هيئة النزاهة في قضية متابعة الكثير من لا أقول الكثير قياسا بالكثرة ولكن كثرة العمل أكيد 100% بدأ يوجع الكثير من الفاسدين وبدأ يطارد الكثير من الفاسدين وبدأ يطارد الكثير من بعض المتنفذين يعني خلي نقول متنفذين سابقين مو حاليين لأن الحاليين لحد هذه اللحظة لا توجد هناك نوايا حقيقية بسبب التغطية السياسية بسبب التغطية التنفيذية لبعض الأدوات من هنا وهناك لدينا الكثير من التحقيقات سواء في السابق أو حاليا لكن لا نستطيع أن نبوح الكثير من هذه لأن التحقيقات الإدارية لأن الكتب التي تسلم من هنا وهناك بسبب تغلغ للمؤسسة الحزبية داخل مؤسسة التنفيذية وداخل مؤسسة تشريعية جعل من الصعوبة متابعة هذه الملفات جعل من الصعوبة أن تجد هناك أشخاص على الرغم من وجودهم يعني ثلة قليلة ومنها ما تشهد الاستهداف والتهديد والابتزاز وغيرها من الأمور والتسقيط الإعلامي من هنا وهناك نجد يعني تقييد هذه الحركة على مستوى كبير جدا من قبل ناس متسلطين حتى على القرار السياسي والتنفيذي في الدولة العراقية